عرايس الجليل في كتاب لبستك الأبيض وهو امتداد لأعمال الفنانة والباحثة في الفولوكلور الفلسطيني نائلالبس والتي تسعى باستمرار لتوفيق التاريخ والتراث الفلسطيني وهذه المرة تعرض العروسة الفلسطينية الجليلية بأدقي تفاصيلها أنا بتعرف على المجتمع من خلال الأغاني وهالمرة بتتعرفت عليه من خلال الصور صور العرايس اللي هو بين كل مرحلة ومرحلة بين كل سنة وسنة أو كل عقد وعقد مش كل سنة بتتغير شكل العروس بتغير متطلبات العروس بتغير موديل العروس وأنا عملت دراسة عن هاي الفترة بين الخمسينات للثمانينات إيش صار تغيير بالعروس وليش كتير شغلات ليش كانت العروس تلبس هالقدة دهب إيش الفكرة الشعبة بتطلع على الدهب ليش العرايس كانت شكلها عابس ليش مكشرات العرايس كل هاي شغلات ما ضلت ليش أنا بس على القشور نقول طلعوا كيف وجه العروس عابس إنما أنا رجعت للسايكولوجية البنت من يوم ما بتخلق لأنها تصير عروس تلاقي أعمال لبس إعجاب الكثيرين صغارا وكبارا فهذه الأعمال تعزز الانتماء الفلسطينية وتضيف إلى الرصيد الثقافي في البلاد رصيد حققته لبس من خلال مسيرة حظيت بدعم كبير من أفراد عائلتها أنا وكبت الأعمال اللي أصدرتها أمي من بداياتها تقريبا وفي جزء كبير منها وخصوصا بالكتاب الحالي أنا عملت لها لتصميم المنتاج للكتاب ورافقتها بمحطاته المتعددة هذا بلاقي فيه دور كتير طبيعي يعني إذا مش العيلة دعمت الإنسان من بدي يدعمه ناحية تانية إحنا كتير فخورين بإيش بتعمل وأمنين برسالتها لا يتوقف تاريخ الفولوكلور وترسيخه في الوجدان على المعارض فحسب بل هناك حاجة ماسة للبحث وزيادة المعرفة لتقديم المستجدات وربطها بالشواهد التاريخية فربط الحاضر بالماضي يشكل تكاملا ثقافيا حقيقيا